بسم الاب والابن الروح القدس لنا واحد امين. احنا النهاردة اه هقدم لكم سيرة احد القديسين وهو اسمه القديس يوحنى كاما. اه وجسده موجود حاليا في دير السوريان في واد النترون دير السيدة العزراء السوريان واد النترون. ولو احنا دخلنا عند الخورس اللي قبل الهيكل على طول على قدين الشمال هنلاقي لوح من الرخام الابيض مكتوب عليه خبر نياحته بيقول ايه باسم السالوس القدوس المساوي في الجوهر الاب والابن والروح القدس قد صار انتقال ابينا المطوب الانبى يوحنى كاما في اليوم الرابع والعشرون من شهرك يهكي في الساعة الاولى من الليل في اليوم الخامس والعشرون من رئاسة الانبى قزمان رئيس اصاقفة الاسكندرية وادارة القديس الانبى يحنس وبعد عشرة شهور من انتقال ابينا القديس كمسرة الله وتوفيقه تنيح ايضا الى الله الاب استفانوس في اليوم التاسع من شهر هاتور وهذا الاب استفانوس كان ابنه الروحي في هذه السنة عينها قد تنيح كلاهما الاسنان بسلام من الله امين وذلك في سنة خمسمية خمسمية خمسة وسبعين للشهداء من استشهاد القديسين تحت حكم ملكنا وربنا يسوع المسيح خمسمية خمسة وسبعين للشهداء دلوقتي اللي هي سنة وقتها يعني كان سنة تونمية تسعة وخمسين ميلادية تونمية ايه تسعة وخمسين ميلادية ايه حكاية الانبا يحنى كاما او الانبا يؤنس كاما طبعا اسم يحنى هو نفسه اسم يؤنس هو نفسه اسم يحنس لان لما اللسان العربي ابتدى يتكلم لغة عربية بعد ما كان بيتكلم لغة ابتدى وكان اسم يؤنس بيتنطى يهنس فلما بقى عربي فبقى يحنس فبقى يحنس او يحنس كاما وكلمة كاما معناها الاسود فهو كان بشرته اسمر او مثلا كلمة كاما بترجع الى الارض السودة اللي هي مصر معروف ان مصر احد اسمها كامي اللي هي الارض السودة الارض النيل والناس مش عايشين غير على الارض السودة الارض النيل فيحنس كاما يعني يحنس المصري القديس العظيم ده هوت زي ما قلنا ان هو تنيح سنة تمنمية تسعة وخمسين ميلادية يعني في منتصف القرن التاسع الميلادي السيرة بتاعته السيرة بتاعته يعني القصة بتاعته كتبها تلاميزه كتبها ايه تلاميزه كان فيه مجموعة اباء رهبان سنة الف وتسعمية واحد وخمسين عاشوا في دير السوريان منهم ابونا انطونيس السورياني اللي هو ايه البابا شنودة التالت وكان معاه مجموعة تانية منها كمان ابونا متى المسكين والاباء اللي هم الجيل بتاعهم ده فكانوا عايشين وقتها في دير السوريان البابا طبعا بابا شنودة رهبان في دير السوريان لكن هما اتفقوا مع بعض ان هما يشتروا مطبعا المطبع البدائية بقى القديمة دي علشان ينشروا ملكتب بتاعت اباءنا القديسين وكتبات اباءنا القديسين واعزهم لان عندهم مكتبة المخطوطات فكانوا يجبوها وينشروا ملقيه الكتب على المطبعة دي مطبعة بسيطة فمن دمن ما نشروا الكتب دي يعني كتبوها للشعب بقى بر الدير في القاهرة واسكندرية والمدن كان قصة القديس العظيم يحنس كاما او يحنس كاما مؤخرا سيدنا الانبا متاوس اسكف رئيس دير السوريان مشكورا وربنا يديم حياتهم اعاد طبعة الكتاب ده لان الكتاب ده فيه معلومات مهمة جدا وهو الوحيد اللي بينقل ما في المخطوطة القديمة ها اللي اتكتبت بعد نياحة القديس يعني في القرن العاشر ها وثم اتكتبت كذا مرة على يد الربان اه هو نقل يعني الكتاب ده بيحوي السيرة اللي جات في المخطوطة الاصلية اه وهو نيافة انبا متاوس بقى عاد كتابة السيرة دي في الكتاب ده او الانبا يحمس كاما الصورة بتاعته مع الست العدرة مريم لان الست العدرة مريم ظهرت له في حياته وقالت له انا هكون معاك وححافظ عليك ويريد تبني كنيسة على اسمي وفعلا بنا كنيسة على اسم الماما العدرة او الست العدرة مريم طبعا ابقنا الرهبان تلاميذ الانبا يحنى كاما كتبوا مسيرة او قصة القديس يحنى كاما باللغة الابطية باللغة الايه الابطية فالعلماء لقوا اتنين كتابين يعني مخطوطين للسيرة ديت باللغة الابطية ولقوا كمان مخطوطين باللغة العربية يعني بعد ما انتهت اللغة الابطية ومعدناش نتكلم بيها او نكتب بيها جمع الرهبان ترجموا الاصل الابطي ده للعربية عشان الاجيال اللي بتتعرف بقى عربية تقدر تقرأ فالعلماء لقوا مخطوطين باللغة الابطية ومخطوطين باللغة العربية طب ده كويس اوه المخطوطة من اللغة الابطية ديت نشرها عالم كبير انجليزي اسمه ديفيز نشر النص ده يعني طبعا في الدراسات الاكاديمية لها اعتبار كبير لان ممكن اللي بيدرس ابطي واللغة الابطية بياخد النص يدرس بقى اللغة الابطية على الاقل في القرن ده كتعملت ازاي وايه الفظها وايه الحروف وهل النص ده صعيدي ولا بحيري لان اللغة الابطية كانت لهجات فيه لهجة صعيدي بدل ما يقوله ايفول يقوله ايول يعني ايفول بالبحراوي في الصعيدي ينتهى ايول ما يجوش حرف الايه الفيتا ده ففيه فرق يعني كان فيه كمان لهجة اخميمي وكان فيه لهجة خاصة بالنوبة كان فيه لهجة للفيوم وكان فيه لهجة اسكندراني دي اللي اسمها البحيري بقى فالعلامة الكبير ده نشر السيرة باللغة الايه الابطية جه بقى السيرة التانية الترجمة بقى للايه للعربي جه اب مؤخرا يعني في الستينات ابراهب كان اسم ابونا ابراهيم الانبك شوي من دير الانبك شوي كانوا زمان الاباء كده يعودوا في القلاة يجيبوا المخطوط يعودوا يكتبوها ينسخوها فهو راح جاب النص الابتي لان كان بيعرف اللغة الابطية كويس فهو ترجم بقى من الابت للعربي عشان نقدر نقرأ الايه النصوص دي يعني ده يعني ترجمها تانية والنص ده بقى يعني الكتاب ده آآ تم بقى ايه نشره في الكتاب اللي هو عملوه مجموعة ابونا انطونيس السورياني وابونا متى المسكين والمجموعة الرهبان كان ابونا كرولوس كان ابونا آآ طوا دروس معاهم كان بعض الاباء من الدير يعني بعد كده ابونا متى المسكين غادر الدير ومشي سنة ستة وخمسين وراح ندر الانبا سموئيل يعيش ثم راح ندر الريان انما ابونا انطونيس السورياني اللي هو البابا شنودة اتبقى في الدير عاديا آآ عاوز اقول لكم اني حكاية الانبا يحنى كاما والانبا يحنى كاما اتولد سنة كاما السيرة بتاعته ما قالتش اتولد سنة كاما لان الاباء الرهبان كانوا بيهتموا اكتر هو اطرح بن امتى وكأنه ميلاده الروحي في المسيح يعني فما قالوش بقى اطرح بن سنة كاما ولكن انا جيت عملت كتاب بقى على القديس انبا يحنى كاما ولازم اطلح حاجة جديدة النص الاصلي للقي السيرة موجودة اه بس نقص حاجات زي مثلا اتولد سنة كام تقريبا طب راح ادير سنة كام مش متقال برد مش جاية في السيرة فانا قلت ايه اذا كان هو تنيح سنة تمنمية تسعة وخمسين قبليها كان حصرة غارة للبربر اللي هي رقم سبعة للبربر على ودي النترون خربوا البرية هدموا الالي اللي قدر يهرب يهرب واللي قاعد ممكن كان يستشهد زي ايه انبا موسى واصحابه زي التسعة عربين شيخ 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 بربر جايين من ناحية ايه زميل المعترف واصر زميله كمان الانبا يؤنس قمس شهيد وهم اللي قاتلوا الايه اللي انا قلتلكم عليهم دول فلدرجة ان البابا مرقص كان اسمه مرقص الثالث البابا مرقص لما من كتر حزنه على البرية الرهبان تفشو لقد جره خربت الالي تهدد لما حزن عليها اوي اتنيح من حزنه زي ما بيقول التاريخ يعني طيب هي السيرة بتاعة الانبا يوحنا كان ما ذكرتش ايه حكاية البربر سنة تمنمية وسبعتاشر احنا قلنا نتنيح تمنمية تسعة وخمسين ابا اذا هو هو راح البرية يترعبن بعد سنة تمنمية وسبعتاشر لما ابتدت البرية تعمر تاني لما البرية ابتدت ايه تعمر تاني كان فيه اب راهب رئيس دير ابو معار اسمي عقوب وطفش برضو هرب العدرة زهرت له وارت له ارجع عشان تعمر البرية كان عنده امكانيات كبيرة ويحب التعمير فرجع بعد لما البربر ميشوا تاني ورجعوا برضو بسنة تمنمية بقى وطمنتاشر بعدها بسنيان بعد زمن ما جئهم بسنيان وابتدى بقى يبني تاني ويعمر ويدعو الرهبان يقولهم تعالوا ما تخافوش لما فيش بربر والحاجة تعالوا فبقى يلمل ايه الرهبان حتى ان التاريخ بيقول وعادت يعني الرهبان الى قلاليها كمثل ما تعود الحمائم الى براريها الحمام لما يرجع يعني في البراري بتاعته او اسمه اللي هو البرج بتاعه ايوه كمثل عودة الحمائم والحمام الى براريه هكذا الرهبان بتادوا يعودوا ويعمروا الايه البرية تاني والالال ويبنوا الكنيس وكده حتى ان بقى في سنة تمنمية خمسة وعشرين يعني بعد حوالي سبع سنين كانت خلاص الرهبان كله رجعوا كده فغالبا الان بيحنس كاما جه حوالين السنة دي حوالين سنة تمنمية خمسة وعشرين ميلادية لما هو راح ايه حكايته ايه اللي خلاه بقى يروح البرية دي بداية الايه القصة بتاعته بقى ايه حصل ايه ان هو كان شاب وحيد لابويه من بلد اسمها شبرى منصون البلد دي في كفر الزيات وكان وحيد فبابا ومنطوق طبعا رابوه تربية مسيحية كويسة وبعدين قالوا لازم تتجوز هو كان مطيع وكان يعني عاوز مش قادر ان يعترد ويعترد ليه وايه السبب والعادات والتقاليد داخلة في الموضوع فوافق فبعد ما وافق وتجوز ايه بنت من اهل القرية دي اه ابتالى بقى ايه تشوفوا تشوفوا يعني ابتالى تشوفوا حاله يعني كسير الصلاة كسير المطنيات كسير القراءات في الكتب المقدسة فهو من اول ليلة اقول لكم قال لها ايه بقى من اول ليلة من اول ليلة بقول لها ايه ان ربنا اي نعم امر بالجواز ولكن قال في كرنسس الاولى سبعة اما غير المتزوج فليهتم فيما للرب اما المتزوج فيهتم بامرأته فقال لها ايه فالاصلح لنا ان نطرحانا الارضيات ونطلب السمائيات ونطرق عنا الزمان الفاني ونطلب الابديات لما قال لها الكلام ده افصح لها ان هو عاوز يعني يعيش البتولية فاتفاجئ اتفاجئ بايه ان هي قالت له ده انا كان نفسي ان انا عايش بتولة انا كمان كان نفسي اطرهبا بس ما كنتش قادرة اعمل ان ننفذ الليه الرابدية فيقولك صارت في فرح الروح الكدس وخرت على الارض ساجدة لله وقالت المجد لك يا سيدي يسوع المسيح لانك لم تعدمني بغيت نفسي وشهوت قلبي اعطيتها لي ولم ترفض تلبط شفتاي يعني كانت بتصلي بيقوله انا نفسي ابقى ليك يا يسوع وتبقى عروسة ليك وأطلب التبتل وكده فاتفاجئت ان يحنى اللي هي يعني جوزته بيطلب منها نفس الطلب ده فكانت فرحانة يحنى كان قاعد يصلي ويقول ايها الرب الى الكوات اسجد لك لانك اله منذ كنت في بطن امي فمنحني يا رب ان اكون في طهارة البتولية الى التمام وايضا اعطي عبدتك هذه التي دعيت لي لتستحق نصيب الخمس عزار الحكيمات لك المجد الى الابد امين نفسه ان هو ايه يبقى يعني متبتل رغبة عنده فهي جاد بقى مراته كان اسمها مريم قالت له مباركة هي الساعة التي التقيت بك فيها مبارك اليوم الذي ولدت فيه يا قديس الله حقا يا اخي قد احببتني مثل نفسك ودفعت لي الكرامة ومنحتني وأحييت نفسي والان ان كنت قد قررت في نفسك يا اخي الحبيب ان تحفظ باتوليتك فانا ايضا فرحة ان احفظ باتوليتي يبقى للوقت الارادتين اتفقت على ذلك انت عارفين ان النوع ده من التكريس يعني الحياتي حتى في العصر الحديث يعني ابونا بشوي كامل كان متفق مع تصوني انجيل مراته ان هما يعيشوا كده متبتلين ماشي فعاشوا وتنيحوا هما متبتلين وفيه النمازج دي بمتكررها يعني انا اعرف حلال بار زي كما دي زي ما تقولوا تقليد بقى صار في الحياة المسيحية الكنسية عندنا احنا الاقباط ان ممكن يقول الاثنين يتبتلوا بس بموافقة الاثنين البعض او باتفاق الارادتين وان كان ان ده مفيش قانون بيبيح كده بس دي حاجة اجتهادية من الترفين يعني مفيش قانون في الكنيسة بيقول يجوز كذا 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 لا دي ارادة من الاثنين عليه ايه سبب كده عشان يتفرهوا اكثر للعبادة للصلاة على الاخص ان هو القديس يحنة كان عايز يطلع على البرية وهي كمان كانت عايزة تترهبا وفعلا راحت دير وقضت فيه بقى حياتها وتنيحك وهو راح على الايل برية ظهر له الملاك ظهر له الملاك وقال له انت تروح لدير ابو مقار يعني جماعة ابو مقار او رهبان الدير يعني طبعا كان اشهر يعني دير واشهر رهبان كانوا دير ابو مقار يعتبر الدير الرئيسي لا 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 لكذا حاجة كان الدير الوحيد اللي طلع حوالي تقريبا السبعتاشر ابو بطريارك كان الاب البطريارك اللي يترسم لازم يروح دير ابو مقار علشان قمه سدير يقرى له التحليل عوايد يعني تقاليد بتنم على اخلاق رهبانية ليس الا يعني كان اول البطريارك ما ينزل من القاهرة ورايح واد النترون حيقابل في السكة على طول دير ابو مقار فكان يروح يحوض عليه الاول نظرا لان كما فيه كمان اكبر عدد من الرهبان كانوا يستقبلوه بالشموع وبالصلاوات وبالبيارق كان الملوك احيانا يحبوا يزوروا الدير لانه برضو اكبر دير عشر دير اعظم دير فيه رهبان كتير كان وقتها كده يعني في الكورون دية كنت عاوز اقول لكم ان محبة ربنا ظهرت ليحنى كاما ومراته ان يقولك طلعت كرمة نبتت في الحجرة او في المكان اللي هم كانوا بيقيموا فيه غطى البيت كله كرمة كده خضراء يعني قللك وايضا حدست عجوبة عجيبة امر الله ان تنبت كرمة طلعت في الخضر وازهرت في البيت كله واسمرت فها صار هذا برهانا صادقا وشهادة لطهارة ابينا القديس الفاضل وفضائله العالية وكمان زوجته الملاك لما ظهر له قاله بقى هتروح في المنطقة بتاعة برية ابو مقار هتلاقي اللاية سكنها شيخ كبير اسمه دروسيوس الاباء بقى يختصروا كلمة دروسيوس يقولوا عليه درودي يعني يختصر الاسم انما هو دروسيوس قال له تروح للشيخ دروسيوس هيعلمك الحياة الرهبانية هناك فوصل هناك فعلا وسأل على اللاية القديس او الاب دروسيوس فكانت عبارة عن منشوبية منشوبية يعني منزل باللغة الابطية فيها الشيخ ومعاه تلميس بيعلمه من حرة باني شوية الشخص الراهب اللي يلاقيه يعني كويس في الحرة باني يقول له اطلع بقى اعمل مغارة او ابن اللا يعيش فيها اعتمد على نفسك فراه بقى يوحنا كاما للشيخ دروسيوس او الاب ايه دروسيوس وكان الاب دروسيوس ده هوت رجل سورياني يعني من سوريا انت عارفين ان احنا والسوريان والاحباش والنوبيين والارمن خوات في الايمان فحتى بنلاقي ان فيه ادجرة نشأت في ودي الناترون دير للارمن وطبعا الدير بتاعنا اسمه دير السوريان كان عايش فيه سوريان من سوريا وكمان دير الاحباش من اسيوبيا وكمان فيه دير اسمه دير النوبة كل دول لدرجة يا احبائي لما كان البطرق يجي يزور البرية زي ما قلت لكم في المنطقة دية كانوا طبعين المزامير عارفين كتاب الاكبية مزامير فطبعين المزامير بالست لغات علشان اي راهب انت سورياني حتقر عندك سورياني في ستة انهار كده في الصفحة فيه سورياني وابتي وكمان عربي وايضا نوبي او حبشي ويوناني وارماني فكان الرهبان كله يصلي مع البابا او في استقباله او من الاكبية كل واحد باللغة بتاعته قلت لكم ده كان موجود لغاية طريب لغاية ستمائة سنة فاتت بس خربت داع الاجورة دي تاني كلها ايام المماليك خربت بتهدت والرهبان تفيشه واللي تنيح واللي مات كده يعيني ما يفضلش غير ايه اربع اجورة رغم ان كان في الوقت القديسة حان مكامة ده كان فيه حوالي اتنين وخمسين دير ومنشوبيات كثيرة جدا قلال كتير او مغاير بس ايه التعب اللي شافوه الرهبان في البرية اه انهى على التجمعات الكبيرة او ديت فالانبا يحمى كاما اتعلم التسبحة والمزامير على يد الشيخ دروسيوس اتدى بقى يجاهد في حياته الروحية اتدى تظهر فضيله القديس دروسيوس قال له ممكن تروح تستقل بنفسك وانت كمان عندك امكانية انك تعلم اخوة تنين يعني تلمس ناس جات للستة العذرة مريم ظهرت له وهو بيصلي في احد المرات وقالت له السلام لك يا يؤنس حبيب ابن يسوع وابيه الصالح والروح الكل استقوى وازبط لتصير انسانا شديدا له صبر عزيم محاربا ضد الارواح المعاندة الشريرة التي تنادل ضدك هوزة انا اكون معك حتى تغلبهم جميعا وتقوسهم الشريرة حتى تكمل ارادة ابني وهوزة اسبت عهدي معك واحفظ رحمتي لك لاني ساسكن هذا الموضع معك لاني احببته وليكن لك شركة مقدسة وليصير لك بنين كسيرين ويضع اسمي عليهم لما هو بقى ابتدى يعمل دير ويبني الكنيسة الرئيسية بتاعته على اسم الستة العذرة مريم فالعذرة بركته وقالت لنا هكون معاك ومش حسيبك والكنيسة هتدع على اسمي وتبني كنيسة فيه شركتك شركتك اللي هي الشركة لان الرهبان كانوا عايشين في شركة جوه صور واشتركين مع بعض وفي نفس الوقت لما كل واحد ليه قال ليه ولذلك القديس يحنى كان هو اول من انشأ النظام ده نظام ايه؟ نظام اسمه النصف شركة النصف شركة يعني ايه؟ يعني نصه توحد ونصه شركة اللي هو الموجود دلوقتي يعني ايه؟ يعني احنا كلنا في شركة داخل اسوار قاعدين مع بعض وفي نفس الوقت كل واحد ليه قال ليته متوحد فيه مزبوط كده فاسمه النظام المختلط ما بين الوحدة والشركة ده نظام الرهبانة القطية الحالي انما كان قبل كده اما نظام واحدة فقط اللي اسسه الانب انتونيوس واما نظام كلهم يعيشوا في مكان وكمان يباتوا في عنادر يناموا في عنادر وفي موعيد يقوموا اثناشر بالليل يصلوا مزامر نصف الليل ثم يعملوا التذبحة ثم يطلعهم على الكريسة يصلوا القداس ياكلوا مع بعض في نظام ميدة كل حاجة مشترك ده نظام الانباب خمس انما الانباء يحنى كاما لما لقى البربر بيهجموا على الالي ديت فبيتلوا الرهبان مثلا بيهدوا الاماكن فانا عمل صور كبير عالي وعمل جواه الايه الالي طيب بيعيشوا في وحدهم طيب انما في معاهم كمان نظام ميدة بعد القداس الاغابي اا او مثلا يشتغلوا مع بعض او يصلوا الغروب مع بعض يصلوا التذبحة مع بعض فبقى ده النظام اسمه ايه نظام النصف شركة جيه بقى الانباء يحنس كاما بنا دير الملاك قال له تروح تبني بقى دير شرق شرق كنيسة الانباء يوحنى قصير ده كان دير بقى قديم قوي موجود في المنطقة دي من القرن الرابع اللي هو كان زميل مين الانباء شوي كان عمل دير باسمه او اتعمل دير على اسمه اسمه دير القديس يوحنى القصير وكان في مغارة تحت الارضية الكنيسة بتاعته فالرهبان بنوا كنيسة فوق المغارة دي فالملاك قال له تروح بقى تبني الدير بتاعك في شرق الايه شرق الدير طبعا الديرين مع بعض قريبين من بعض حوالي خمسمائة كيلو بينه وبين بعضهم والاتنين يعتبروا في شرق جنوب شرق قبل يعني دير الانباء شوي في منطقة في الصحر يعني فهنا القديس يوحنى كان عمل الدير التف حواليه تلتمية اخ بعمل لهم نظام برضو التسبحة والصلاوات والمزامير والقوانين وكل واحد ليه قليته والكنيسة الرئيسية على اسم الستة العدرة مريم والحياة الرهبانية مشيت معاه من ضمن العجائب اللي حصلت في حياته انه هو وهو بيصلي ظهر له القديس العظيم البابا اساناسيوس الرسولي وقال له السلام لجميع ابنائك ولأولئك الذين يطيعون نواميسك رائحة صلواتك الزكية صعدت إلى حضرة الله تذكارا لك إلى الأبد واسمك يدوم إلى كل الأجيال وبعد كده اختفى راح الأنباء يحنى كان أمر أولاده الرهبان انه هما يذكروا القديس اساناسيوس الرسولي ده من تسبحة السلاس فتية القديسين اللي هي ايه؟ عرب صالين ما عرفش يعني امتداد الموضوع ده هو ما ظهرش في بصالية الثلاث فتية انه مذكور فيها معاهم البابا اساناسيوس الرسولي ولكن لربما ان ده كان قاصر على الدير ده بس زي ما أمرهم الأبد بتاعهم اللي هم لما تجي تقولوا قريب صالين والسلاس فتية القديسين قولوا كمان اذكروا القديس البابا اساناسيوس الرسولي اه حصل ان في الدير اه حصل مجاعة تقريبا المجاعات دي كان بتحصل كل حوالي مئة سنة في مصر يعني كل فترة فلما حصل مجاعة لربما برضو كان جاي نتيجة وباء التعاون والأوباء اللي كان بتحصل المهم او زلازل البيوت تهدت اه كان بتحصل يعني حصل في التاريخ كتير فحصل ان كان فيه اياميها مجاعة فالأنباء يحمس كاما كان مفيش حاجة يصرف على الأباء مفيش معونة او مأونة معاهم فصلى للست العدرة مريم فظهرت له وعطت له ايه ثلاث دنانير دهب عليها نقش علامة الصليب وقالت له خد الثلاث دنانير دول هتحطوهم في الكيس بتاع الدياكونية كيس الدياكونية لكيس الفلوس يعني دياكونية بالقبط هي اساسا كلمة يونانية معناها الخدمة الخدمة اللي هي بتاع المطبخ المخازن حاجات دي فعلت له احتفظ بالثلاث دنانير دولار جول ايه كيس الدياكونية وفعلا المجاعة زالت والخير حل والدير ابتدى يتعايش لأن من الخطورة ان التجمعات الرهبانية دي تفقر يبقى كده الرهبان حيطلعوا او لو سابوا المكان حيتهد يعني مش حل لازم ندعم الأجورة والتجمعات الرهبانية دي علشان يبقى فيه استمرارية للحياة الرهبانية اللي أعلى تندسر زي ما حصل كده في الأيام المماليك خدوا الأوقاف بتاعتنا خدوا فلوسنا طفشوا اللقبات اللي أسلم اللي غير دينه اللي خرج برا الحزيرة القاب البطرياركي ما كانش يلاقي يصرف الأجورة وقفت تهدد مشوا اللي تنيح اللي تفش فحصل إيه بعد ما كان فيه حوالي يعني الأعداد بالألاف كان فيه خمس تلاف راهب في القرن الخامس الميلادي وقبله ثلاث تلاف ونص في ودي ناترون وبعدين عمر بن العاص جاي يفتتح مصر فيقول لك خرج إلي سبعون ألف راهب بالعكاكيز خرجوا علشان يستقبلوا في منطقة الطرانة في النيل النيل اللي ماشي والجيش العربي الجيش العربي إيه ماشي جاي يفتتح مصر يعني فهنا كل ده اندسر وكل ده انهدم والرهبان تفشوا نتيجة المجاعة فهنا العذرة مريم زهرة القديس يحن كاما وعطت له ثلاث دانانير إيه زهبية في الدير كنا احنا بنسأل الأباء شيخ طبوا ثلاث دانانير دولت فين دي العذرة كانت موصية عليه فكان يقول لنا ان رئيس الدير عارف مكانهم بس لا يمكن يقول لحد عليهم واحنا ايه طلعنا على هذا الايه على هذا القصة يا عزي القصة او التقليد ده طب يا حباء القديس العظيم الأنبى يحن كاما لما وقته قرب القديس يحن كاما جمع التلاميذ بتوهم وقال لهم ان حوصيكم وصيا لا تتجادلوا مع هراتيقي ولا تدخلوا بيتا مع امرأة ولا تتكلوا على الرؤساء ولا تأخذوا لكم قنية بل ليكفيكم شغل ايديكم وبعد كده اتنيح رفع عينيه لقى جمهور من الملايكة ومعهم الست العذرة مريم وهو اخذت روح القديس يحن كاما ده يا حبائي كان ليه مكانة كبيرة وسط الحرة بانية في كل مصر حتى ان رهبان من الصعيد طلبوا ان هو يروح يزرهم علشان يسمعوا تعاليمه ففعلا راح وسكن في دير في الصعيد وما رجعش الى لما العذرة ظهرت له قالت له نتلميزك شنودة مريض جدا فيلزم انك انت ترجع الدير فلما رجع وصلى لتلميز شنودة شفيا في الحال كان تلميز شنودة ده من الاوفياء جدا حتى ان هو كان كثير الصلاة والتقشف لدرجة ان كان يحب الصلاة فما كان يقع كل شوية فكانوا يجيبوله حجارة تحت ايده كده تسنلهم دي جهادات ابقنا القديسين يعني زي ما الانبق شوي يعني يحب الصلاة جدا ومش عاوز ينام وقت الصلاة فربط ايه شعره فدي جهادات بنقول عليها جهادات عند ابقنا الرهبان بالنسبة لنياحة القديس بقى تنيح يوم خمسة وارمعة وعشرين كيهك بس هو زاد يوم بالتقويم الحديث يعني بقى خمسة وعشرين كيهك بحسب السنكسار كمان اللي جاب سيرته بالاضافة الى ان اتكتبت سيرته بقى بواسطة ايه تلميزه وشنودة كان ليه عدة تلاميذ كان له عدة ايه تلاميذ من ضمن تلاميذه واحد اسمه استفانوس واستفانوس ده هوت اتنيح قريب قوي بعد نياحة معلمه القديس يوحنى كامل علشان كده اسمه جه في اللوح الحجر اللي فيه خبر نياحة الانباء يحنس كامل زي ما انا اردت لكم يعني بنلاقي في اخر النقش عن الحجر ده هوت اللي بيحكي نياحة الانباء يوحنى كامل بيقول كمان وبعد عشرة شهور من انتقال ابينا القديس كما سرت الله وتوفيقه تنيح ايضا الاب استفانوس كان ابنه الروحي بعد عشرة شهور فلما كتبوا اللوح الحجر الشاهد الجنائز ده كتبوا القديس يوحنى كامل وتلميز استفانوس اللي تنيح بعد يوحنى كامل بعشرة ايه بعشرة شهور كان فيه تلميز كمان اسمه جاوركي وكان فيه تلميز اسمه غير واريوس مكتوب بقى بالحروف العربية كاركي يعني غير واريوس يعني ودولة ايه من تلميزه بقى الاوفياء تقريبا اللي هما مسكوا الدير اتباعا كل واحد مسك شوية وكان الشخص اللي يتنيح بيمسك الوراء الدير اللي انباء يوحنى كامل ده اللي انا بقول لكم عليه بعيد بقى عن دير السوريان والانباء بشوي لان جنب بعض ناحية شرق شرق قبلي على بعض ثلاثة كيلو على بعض ايه ثلاثة كيلو متر الدير ده زاروا واحد من سوريا ليه حكاية كان اسمه ماروتا ده احد الاباء النساك الرهبان في سوريا وهو هناك في سوريا شاف رؤية الاثنين قديسين هما لابو مقار والقديس يحنى كامل فراح ساب سوريا وجه يزور مين برية واد النطرون ودخل دير يحنى كامل واخد بركة من الجسد لان الجسد كانوا نقلوه بقى من شرق دير يحنى قصير يعني زي التفوس دايما بيتحط في شرق الكنيسة المدفن تحط في شرق الكنيسة زي مثلا احنا بنروح دير الانباء بشوي نرى التفوس فين اه متاسف ناحية الغرب يعني الشرق بالنسبة ليوحنى كاما يبقى غرب ايه؟ يوحنى قصير زي ما الاباء عملوا يعني دفنوه في الارض وحطوا الشاهد الجنائزي دا بس بعد كده نقلوه وحطوه في الانبوبة بتاعته فالقديس ماروتا السورياني جهزر الدير وحكى للرهبان الرؤية اللي شافها للقديس ابو مقار والانباء يوحنى كاما مع بعض في السماء بمجد عظيم وبالتالي لما قاموا من الرؤية دية رسم ايكونة فيها القديس ابو مقار وأيضا القديس يوحنى كاما مع بعضهم هتبالكم ازاي؟ وبالتالي عاش الاب دهوت في الدير لغاية لما اتنيح فلما اتنيح التاريخ بيقول انه ترك للرهبان سوب الليف والايكونة سوب الليف اللي كان ايه؟ لابسه ها؟ والايكونة بتاعت القديس العظيم ابو مقار والقديس العظيم يوحنى كاما الدير دهوت عاش فيه قديس كان شهير في القرن الحداشر يعني بعد من يحت الانباء يوحنى كاما بحوالي 200 سنة اسمه بيسوس احنا حكينا سيرة القديس بيسوس كان قديس عظيم عنده شفافية يعتبر من احد الاباء السواح الكنيسة حبت تختاره بترك بعد نياحة البابة خرسزولوس لكن مسك حجر وقرع بيه على صدره وقال لهم انا ابن عبد انا عبد ابن مملوك يعني ما يفعش انه كنتوا ايه تختاروني بترك عشان يهرب يعني من الربة دية لانه حاسس بعدم الاستحقاق وعمل معجزات كتيرة وشافها يعني رهبان كانوا مرضى في وقته يعني شبيه كده بسيرة ابونا يسوس الانتوني وابونا ثانوس الاباء القدسين دول حصل ان الدير ده اتعرض لبربر تاني بس اسمهم جماعة بني لواتا جماعة ايه بني لواتا ده كان سنة تسعمية ستة وستين الجماعة دولت العرب دولت راحوا دخلين على القدرة خربوها الرهبان طفشوا اللي كده كان بقى الرهبان بتوع دير ابو مقار يرموا الحرمان على اللي يدخل الهيكل لدرجة ان جماعة من البني لواتا دول دخلوا الهيكل عميوا والازاز جراحهم اللي كانوا بيرموه في ارضية الهيكل عشان فش حد يدخل كان فيه تلميز القديس بسوس ده ما كانش عارف ان فيه حرمان فالدنيا كانت هدي الدين راح عشان يصلي ولا حاجة دخل الهيكل عمي راجع للقديس بسوس يعيط له قل له الحق اني ده انا دخلت الهيكل والاباء كانوا عملوا عليه حرمان عشان مش عاوزين البربر او العربان دول يدخلوا الايه الهيكل فكانوا يحرموا فكان ربنا يعمل عجائب بقى اللي كان يدخل يحصل له حاجة عشان يحمل الهيكل لان الهيكل ده فيه الاواني وفيه الزخائر فيه الحاجات الغالية يحطها بوه يخبوها كده وبعدين غير كده وكده مكان مقدس من حلف بالهيكل فقد حلفها به وبالساكن فيها فمكان كدسة اقداس مرة تاني برضو يعني حصلت غارة ايام البابا برضو غالبا البابا كرولوس التاني وكانت الاحوال صعبة كان فيه اراخنة بقى يجو يزوروا الدير والبرية كلها من اسكندرية ومن القاهرة الاراخنة دولت كانوا يحب يوصلوا دايما للزيارة في عيد الغطاس ليه؟ علشان في الازورة دي بانوا مغطس بانوا مغاطس هتباركوا المغطس دهوت حوالي خمسة في خمسة متر نازل حوالي متر علشان يقلدوا حكاية نزول السيد المسيح لنهر الاردن فكانوا بينزلوا زمان في نهر النيل باحتفالات كبيرة جدا والاقباط ياخدوا المصابيح وياخدوا الانوار والشموع ويركبوا المراكب وينزلوا في الماء بيخلدوا ذكرى ايه؟ عماد السيد المسيح فجي الحاكم بأمر الله أمر بعدم ايه؟ عمل هذه الاحتفالات وطبعا مش هو بس اللي قبليه واللي وراه شوية ومضايقات رحم المسيحيين عملوا المغاطس دي عندهم في الكنيس يعني مثلا في مصر القديمة هنا في غرب الكنيسة تلاقوا مغطس في الصعيد جرة اخميم تلاقوا مغطس لان كان ممنوع بقى النيل فبقى كانهم في الغطاس كانهم نازلين الماء بتاعة نهر الأردن فكانوا الارخنة يجوا بقى عشان ايه؟ يعملوا التقليد ده وكانوا ايه بركة ليهم؟ او يخلدوا ذكرى غطاس او عماد السيد المسيح له كل المجن انما ما كانش معمودية هو كان مغطس يعني اسمه حتى مغطس وبالتالي الارخنة دولة كانوا يجوا الاجرة في اليام ديه يجبوا تبرعات للاجرة والرهبان بالاضافة ان كانوا يعيشوا يعني يعيشوا الزكرة الغطاس رغم ان كانت البرية في الوقت اللي تبقى سعى جدا ومطر ولا حاجة لكن كانوا بيقدوا الايام ديه في البرية ويمكن انتوا لو سمعتوا سيرة القديس بيسوس اللي انا حطيتها على اليوتيوب يعني اللي يحب يسمعها تاني حيلاق ان فيه كان جماعة جايين يغطسوا في الغطاس في البرية في الوقت ده والقديس بيسوس عمل معاهم معجزات كانوا جموا واستدفهم وحطوا لهم ايه قرورة مية كده عشان يشربوا يقولك كانوا خمستاشر واحد قاعدوا يشربوا وما خلستش من ضمن الايه المعجزات بتاعتهم بنلاقي بقى ان دير يحنى كاما ابتدى يتعرض للمجاعات للاوباة بتاعة القرن الاربعتاشر مضايقات من المماليك فرض ضرائب على الرهبان لدرجة كانوا يروحوا بتاعة ضرائب يعدوا كم نخلة مابودة في ميت نخلة في النخل ياخدوا على كل نخلة ضريبة طب اذا كان فيه منحل ياخدوا عليه ضريبة كده اه كانوا كمان ممكن يفرضوا على الراهب نفسه ضريبة ان يدفع فكل ده الدير ابتدى يضعف يضعف ماديا الارجورة ابتدى تضعف الرهبان قالوا ما عادش يجي الشباب عشان يرهبن قالت الدنيا صعبة الأمور صعبة في العالم يعني في المدن وفي الكرة خاصة المسيحيين وبالتالي الارجورة ايه خاف فيها الرهبانة خاف فيها ابتدى الرهبان في يحن كام الدير صفصف على راهب واحد في القرن الايه الخمستاشر يعني ايام المماليك ده كان قبليه فيه البابا البابا بن يمين الاثنين وتمانين رقم اثنين وتمانين كان رسم خمسة وعشر كاهن وطمنتاشر شماس يعني كان فيه عدد كويس قبلها بحوالي مية وخمسين سنة قبل كده كمان كان فيه عدد معقول انما بعد كده بقى فيه راهب بعد ايه عصر البابا بن يمين فمعناها ايه ان الدير خلاص ده في خطر فبقت فعلا ان المباني تتهد الدنيا تبقى ايه صعبة وبالتالي الرهبان كان يلحقوا ينقلوا الزخائر الهامة جدا من الاجورة دي اللي بتتهد للاجورة الكبيرة فرح رهبان السوريان قالوا لا احنا نروح ناخد جسد يوحن كاما عندنا لان هو اساسا التلمس على واحد سورياني اسمه درسيوس اللي هو برضو طودروس او اللي هو تدرس اللي هو كمان سيئزورس كل ده اسمه واحد سيئزورس طودروس درسيوس تدرس هو ده اسمه واحد فقالوا ده راجل سوريان يبقى احنا ايه نروح ناخد الجسد وننقله درسيوس طب بتوع درب مقار الرهبان قالوا لا احنا نلحق ناخد الجسد القديس يوحن القصير اللي جنب در يوحن كاما بسرعة وننقله فرحوا فعلا اخدوا جسد ايه يوحن القصير وانتوا تلاقوه فين في درب مقار نقلوا الحاجات الهامة يعني طب الاثنين تلاتة الرهبان اللي موجودين يروحوا ينضموا بقى للايه للايه للأجرة التانية ويسيبوا الدير بقى كده فاضي ومعرض للايه وفعلا ده حصل لكن احنا بنقول برضو ان ربنا رحيم على كنسته نيجي بقى في منتصف القرن العشرين اللي هو يعني زهاب الشباب ليطراها في الأجرة على رأسهم سيدنا البابا شنودة ابونا انتونس السورياني ومجموعة شباب منهم الأنبي صاميل أسخو في الخدمات والأنبياء والناس الغربية بعد كده سنة ستة وخمسين وهكذا ابتدت الأجرة تنتعش والرهبان يكتروا والأجرة تعمر مرتين وده بركة ايه ربنا في الفترة اللي هي بقى انهادم فيها الأجرة الخمسمائة سنة من القرن الخمستاشر لغاية بقى ظهور الشباب اللي راح يترهبن اللي تلمس على الأرشدياجون حبيب جرجس وأيضا على منهج أبونا مينة المتوحد اللي كان بيستقبلهم اللي هو البابا كرول السادس ويشجعهم فابتدوا ينتعش الفترة اللي فاتت دي بقى كبيرة دي الأربع كرون دول الخمس كرون يعني اللي كان عايش في الدير يلبس حاجة بسيطة فالكلونسوة اللي كانت بتتلبس يعني قالوا هنلبس لمين والليه ولا المين آقاحات الطائية كده وبدل الكلونسوة عملوا شريط عليه ثلاث سلبان في الآخر هنا علامة النازر يعني إنما الكولونسوة اللي هي الكوكلز باليوناني مش موجود لغاية لما جيه بقى مين خلاص البابا شنودة خيط كولونسوة ورح لبسها وتاري هي اللي بيلبسها السورياني يعني كنيسة السوريانية ما زالت محتفظة بالكلونسوة ده ايه فطبعاً أبونا الراهب أنتوني السورياني قال ده ترسنا ده احنا يعني احنا لأصحاب الكلونسوة لأن اللي أمر بكده الآن بأنتونيس أب الرهبان لما كان الملاك قال له شايف المنظر ده هو ده ازاي الكولونسوة والجلابية خدت بالكم لدرجة أن عدو الخير ما اضغاز ومش محتمل منظر الكولونسوة راح مزعها بحسب ما بتقول الايه السيرة الأصلية اللي كتبها مين البابا أساناسيوس الرسولي هو اللي كتب السيرة بتاعة الأنب أنتونيس ونشرها في أوروبا لما كان منفي في منطقة ترير ثم في شمال إفريقيا الخامسة والغربية ثم في الصعيد السيرة اسمها فيتا أنتوني باللاتيني يعني حياة أنتونيس اللي بسببها القديس أغسطينوس نفسه اترهب وحب الرهبانة لما أرى السيرة بتاعة أنتونيس اللي كتبها مين؟ البابا أساناسيوس الرسولي وبالتالي الكولونسوة مابودة يعني بتاعتنا احنا فإحنا أهملناها فأبونا أنتونيس سيرين راح رجحها وصار بقى كلنا نلبس الكولونسوة لأن الكولونسوة ديت اسمها موجود في الرسامة بتاعة الرهبان لما الأب الشيخ أو الرئيس الدير يرسم الراهب يقول له الآية اللي جات فيه رسائل معلومة جولس الرسول يلبس خوزة الخلاص دي بتمثل الخوزة بتاعة الجندي المقتهد الساهر المحارب في البرية وكمان القديس يحنى زهبي الفم قال أن المصريين بيلبسوا الكولونسوة التي هي كولونسوة الطفل الصغير رمز للبراءة والسلام عند الرهبان لأنه كمان اللي قال لا تقول أنهم بشر أرضيين بل قل أنهم بشر سمائيين فهو شبه الراهب اللي لبس الكولونسوة دي بالطفل الذي يلبس كولونسوة يعني إحنا بنأخذ بعض الملاحظات على سيرة القديس يحنى كامى إنه هو أول من أنشأ النظام التوحد والشركة في نفس الوقت نظام أنبا انطنيس ومعاه نظام الأنبا بخمس أب الشركة كان في زمن متأخر يعني في زمن القرن التاسع الميلادي بيكمل مسيرة الأباء الكبار بقى العظام اللي كانوا في القرن الرابع الميلادي زي القديس الأنبا بسوي القديس الأنبا يحنى القصير القديس الأبو مقار القديس الأنبا باموة القديس أشعياء الأسقيتي يعني كم من الإيه كم من الإيه من القديسين ربنا يبارك حياتكم دايما تكونوا بخير لربنا كل مجد دائما رديا آمين ترجمة نانسي قنقر